الان رايحة على محل لوازم الالوان طبعا انا ومغامضة امشي اندل طريقي رايحة قبل على الوان الرسم على الزجاج مرحبا الى جميع المتابعين اللي سألوني على الوان الرسم على الزجاج انا ما اعرف انت وين تهيشون انا ما اعرف باي بلد تسكنون ما اعرف بالسوق اللي عندكم اللي موجود اندي هنا في كندا اروح على المكتبة او اروح على المحل اللي بيء لوازم رسم واشوف شنو الموجود الماركة اللي موجودة مثلا اليوم رح اخذكم ويايا جولة وراح اراويكم شنو موجود بهذا العين من مواد والوان برسم على الزجاج مثلا اجيك على هذه الجهة وشفت انه هذا رسم على الزجاج اروح على اسم الماركة اللي موجودة مثل ما تشوفون مكتوب غلوري غلاس من شركة بلايد رح ندور عليها ورح نلقيها ونرسم بيها السوية الان وصلنا الى الغلوري غلاس من شركة بلايد رحوا ما احلاها من تنحب الشباب الله 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 نرسم على الزجاج اكو اقلام ايضا شاهدين هاي الاقلام هذي كل هتة فيو لمن احبان كراو هناكج اشعر بالقوه اي مقصر ايضا شارك من شركة بلايد رحالي ايضا شكرا للمشاهدين اطرف جدا اطباد اطلاق حس انا اريد لون الدهبي اتصور هذا احنا رح نشوف نوع ثاني من الالوان اللي اسمه دكو ارت دكو ارت مثل هذه الوردة الحلوة خلونا ندور وين تكون موجودة على هذا الشرط اتصور هذه الالوان هنا مثلا تخلونا ناخد لون الورنج هنا مكتوب حياته دكو ارت هذه الوان رسمة على الزجاج اللي تطلع لك هذه النتيجة السقر مالته 4.99 يعني 5 دولار الواحد من هدولة 5 دولار اجتنا العديد من التساؤلات يسألوا عن كيف نعمل هذا النوع من الفن اللي هو دوت ارت مثل ما رو تشوفون دوت ارت فرح ندور على الالوان المخصوصة لهذا النوع من الرسم نجي احنا يا اكون نوع اسمه دوت ارت هالشكل مثلا ناخد هذا هذا مخصوص يعمل لكم الدوتس ومكتوب عليه بكل وبوح دوتس ممكن اكو اوبشن ثاني نشتري هالشكل اللي هي تجي 6 الوان باكت كامل اتصور رح يطلع ارخص شوي هي تبقى اسعار الوان الرسم على الزجاج غالية شوي بس حلوة تستاهل فاني رح اخذ الباكت كامل واشوف شو يطلع ايا خليكم ايا احنا نوسعنا بيكم اهنا اكو شغلة مهمة اوضحها شايفين هذه الصورة مجرد رسم على الزجاج بس شوفوا هذا نفس الشي غاليري غلاس من شركة بلير لكن ينطيك الافكت من الماربلينج ماربلينج ينطيك الافكت او التكنيك مال الرخام او الماربلينج شوفي هاي الصورة وشوفي هاي الصورة هناك شرعة حلوة اجتني هواية السعولات بالنسبة للقلتر هذا نوع من القلتر او اللماعي ممكن هذا اللون تشوفين ممكن هذا اللون تشوفين ممكن هذا اللون فكل الالوان لقلتر اشكال والوان طبيعين تشكيله حلوة بصفة دولار بسعة وتسعين يعني بسبعة دولار اغلى شوى من هداكة بس حلوة اشتركوا في القناة واحد ضخم 11 دولار يعني يا بلاش وشوفي العلبة كل شواية كبيرة واساسة مائي وتقدري تشتغلي عليه كل الاشياء وبالنسبة للبطئة اكو الى طول معينة هوا يجتنا عليها تساؤلات هادي الطول المعينة هادي 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 طبعا الها توتب سايدين مالتها والله حلوة اصور اخذ من عندها احلال كلها وازم الرسم على الزجاج تشوفوها يعني مثلا هذا ورق الكربون اللي نطبع به الرسمة بثلاثة دولار كلش سعره يعني ريزنبل اثنين شيت مكتوب بي هذا القياس مالت الورقة واثنين بثلاثة دولار ناخد يفيدنا بالشغل مراك تسألوني شنون نمزج الالوان افضل طريقة لمزج الالوان نستعمل هذول الكبات شوفوهم هاي كب صغير ووية الغطى مالته نمزج بيها الالوان ونحافظ على اللون الاصلي يبقى نظيف وهذا الغطى مالتها لان متل ما تقرفون لازم دائما نغطي الوان ونرسم على الزجاج اهم ايضا بثلاثة دولار هذي وهذا كلش يفيدون بشكة مفيدة هذي تذكرون هاي القطارات الاستعملها شوفو احلى شي هذا السايزين يا الله اشكا مفيدة لان مرات عندك كمية صغيرة ما تحتاجي تستعملي كلها الكبيرة فشوفوه يجي منها سايزين هاي ممتازة هاي لازم عاخدها ياوين هاي ناس